هل بدأت الولايات المتحدة توزيع هدايا الشتاء؟ أم أنها استعادت حق نفوذها وفعلت دبلوماسية ضبط الجبهات؟ يقول لنا الأمريكيون أن هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها واشنطن اندفاعات نتنياهو منذ السابع من أكتوبر ويقولون في طهران أن الجيش لن يحرك صواريخه هذه المرة للرد على ضربات الفجر الإسرائيلية التي يبدو أنها لم تكن ثقيلة على إيران وبالنظر إلى كل ما فات بدأ الجميع أن الرد الإسرائيلي يستدعي ردودا أوسع على أسئلة أصبحت تحيط بالمشهد في المنطقة نبدأ مما قاله لنا مصدرنا في واشنطن بأن هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بضوابط واشنطن منذ هجوم السابع من أكتوبر وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي سان سافيت لسكاينيوز عربية أن إسرائيل تجنبت في ردها على إيران المناطق المأهولة بالسكان وأنها ركزت فقط على الأهداف العسكرية شدد سافيت على ضرورة عدم مشاركة الولايات المتحدة في الرد الإسرائيلي كما شدد على ضرورة وقف إيران هجماتها على إسرائيل للحيلول دون مزيد من التصايد أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أكد أن الهجوم الإسرائيلي على ما يبدو لم يستهدف أي شيء سوى المشآت العسكرية بايدن أعرب عن أمله أن تشكل الضرب الإسرائيلي النهاية للهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل لقد كنت في اجتماع مع المسؤولين الاستخباراتيين لمدة نصف ساعة مؤخرة وعلى ما يبدو فإن الضربة الإسرائيلية لم تستهدف سوى أهداف عسكرية آمل أن تكون هذه هي النهاية وفي تعليق أمريكي أيضا قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية في إيران تبدو ردا متناسبا على هجمات تهران السابقة مع انخفاض مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين وقال المسؤول إن هذا يجب أن يكون نهاية تبادل إطلاق النار المباشر بين البلدين مضيفا أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال متعددة مباشرة وغير مباشرة مع إيران وقد أوضحت لها موقفها وبحسب مسؤول كبير في إدارة بايدن فإنه ستكون هناك تبعات لأي رد فعل إيراني وبحسب المسؤول في إدارة بايدن فإنه إذا اختارت إيران الرد فإن الولايات المتحدة مستعدة تماما مجددا لصد أي هجوم مصادر السكاي نيوز عربية قالت أيضا إن إيران أبلغت إسرائيل عبر وسيط أجنبي أنها لم ترد على الضربة الإسرائيلية وقد تباين التصريحات الجانبين الإسرائيلي والإيراني بشان الهجوم ففي حين أكدت إسرائيل أنه كان قويا وناجحا وستدف منشآت مهمة لصناعة الصواريخ والدفاع الجوي قللت طهران من حجمه وأطره وشددت على تصدي دفاعاتها الجوية لها للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هنا في الستوديو معنا المدير العام لقناة سكاي نيوز عربية نديم قطيش والمحلل السياسي بسكاي نيوز عربية عماد الدين أديب والأستاذ الزائر بالناتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل الدكتور سيد غنين ويسعدنا أن نرحب أيضا بضيفي من طهران الأكاديمي والباحث السياسي محمد صالح صدقيا مرحبا بكم جميعا دعني أبدأ مع ساذ عماد الدين أديب يعني في إبريل الماضي إسرائيل كانت على علم بموعد الضربة الآن إيران على علم بالضربة الإسرائيلية يسود اعتقاد في الشارع العربي على أن هذه هي مصرحية كيف يمكن توصيفها؟ وفي مدرستين من التحليل السياسي في العالم العربي المدرسة التي تعتقد أن كل ما يحدث هو مؤامرة هناك بالفعل مؤامرات في التاريخ لكن ليس كل ما يحدث في التاريخ مؤامرة لكن سبريتوريال أناليسس أو التحليل التأمري هو فيه قدر من التصطيح والتسهيل لطريقة التفكير للعقل السياسي أينما كان في نظرية أخرى وأنا من المؤيدين لها ممكن حد يتفق أو يختلف معي أن هناك أحداث يأما تتم عن وعي أو عن جهل عن قصد أو عن دون قصد عن فهم أو عن دون فهم من الممكن أن تؤدي إلى تتاعيات القوى الزكية في العالم وأصحاب المصالح ينتهزون هذه الأزمة لكي يمارسوا حالة من إدارة الأزمة فإذا فشلوا حتى يتجنبوا إدارة الأزمة يحدث إدارة الدرر اللي هو الـ Damage Control إذا فشلوا يحدث إدارة الفوضى فنحن نعيش الآن محاولة منع إدارة الفوضى بين كل الأطراف حتى لا ينزلق الوضع ونعود مرة أخرى لإدارة الأزمة الواشنطن في فترة حارجة جدا أرادت هذه الإدارة مرة واحدة في حياتها أن تكون حكيمة فأرادت هذه المرة أن تحاول تلعب مع الطرفين الضارب والمضروب الجاني والمجنع بصرف النظر هي شايفة مين مع مين who's right who's wrong في نهاية الأمر حينما كان المفروض أن الطرف ألف هو الذي يضرب حاولت أن تقنعه بأن يحدد موقع وتبعات وأثار وأضرار الضربة وقالت لمن سوف يضرب احتوي هذه الضربة وكن حكيما نفس الحكاية الآن كان عندنا رد فعل متوقع ومنطقي موجود لدى الإسرائيليين أن يردوا على الطرف الإيراني بعد 180 صاروخ بلستي إذا بدأنا نجيب قصة من الأول من الأول من الأول ممكن نرجع لعهد الحسين بن علي رضي الله عنه مهوز رايت أنهوز رونج والمظلومية التاريخية لكن في الواقع اللي موجودة الآن نحن أمام رد والرد على الرد وهناك محاولة لتجنب رد على الرد اللي هو على الرد حتى يتم احتواء الأزمة وإدارتها حتى لا تتعرض إدارة بايدن وهي قرب 6-7 أيام من الانتخابات الرئاسية إنه في وسط هذه الحملة بدل ما هي متفرغة لحرب رئاسية تتفرغ لحرب إقليمية ممكن أن تنزلق في المنطقة سيدنا دين كيف يمكن أن نفهم أن طرفا يبلغ عدوه بتوقيت وطبيعة هذه الضربة لا أعرف إذا بلغوهم بطبيعة لا أعتقد أنه بلغوا بطبيعة الضربة ولا مرة بهذه الحرب حصل تبليغ بطبيعة الضربة أو بطبيعة الأهداف أو بإيران تبلغ لأنه كمان في حركة طيران مدني نحكي عن الصواريخ وعن مقذوفات بالهواء في تجربة إسقاط الطائرة الأوكرانية في تجارب أخرى بالإسقاط الطائرة من قبل القوات الروسية يعني في مجموعة من الحوادث في العالم التي باتت تحتم في مسألة المقذوفات أن تبلغ بالحد الأدنى بس موضوع طبيعة وحدود الضربة لا أعتقد ذلك ويعني ما ينشر على الأوبن سورسز في الغرب حول الضربة من مصادر موثوقة لا الضربة التي حصلت ضربة جدية لإيران ليست ضربة يعني ما حدا بيطلع مئة طيارة بينياتهم طيارات F-35 وF-18 وF-16 وطائرات شبح لا يعمل استعراض يعني ليس هكذا يتم الاستعراض إنما على مستوى الصورة حتى الآن إيران متفوقة بصريا على الضربة الإسرائيلية يعني عندما حصلت الضربة الإيرانية على إسرائيل رأينا الشهب رأينا النيران رأينا صواريخ تتطاير في السماء العالم تابع هذا الأمر كموفي كفيلم في الحالة الإسرائيلية لا توجد صورة لهذه الضربة يعني ما في صورة كرة اللهب طيب يصبح السؤال لماذا إسرائيل التي نجحت في إنتاج صورة الحديدة والتي قال عنها بني يمين نتنيه لقد رأى الشرق الأوسط كله ماذا يمكن لأسلحتنا أن تفعل لماذا امتنع عمدا عن إنتاج صورة لهذا الانتصار أعود إلى ما قاله الأستاذ عماد أديب عندما قال لك بأننا نحاول الانتقال من إدارة الفوضى انزلاق الجميع للفوضى وأن نقف عند حدود إدارة الأزمة لاحظ أنه ما حكي عن الحل حكي عن إدارتين فوضى وأزمة إدارة الأزمة تتطلب أن تعود إيران إلى الطاولة أجبر الإسرائيلي على توجيه ضربة لإيران لا تهين النظام الإيراني تركوا له بابا للخروج منه الباب هو أن ليست هناك صورة يستطيع الإيراني الآن أن يقول الردع نفع الضربة لم تكن موفقة إلى ما هناك ترك مخرج للإيراني كي يخرج منه إلى التفاهم السياسي بالحد الأدنى التفاهم الذي يتيح إدارة الأزمة بدل أن ننزلق جميعا إلى إدارة الفوضى بهذا المعنى هذه معركة بهذا المعنى أديرت أما فكرة أنه لا حتى إيران معلش حتى لي كمان لا نبخس الإيراني حقه الإيراني عندما ضرب إسرائيل في المرتين في أيبريل وفي المرة الأخيرة ضرب وفي نيته أن يؤذي أن يوجع أن يوجع لكنه فشل في الإيلام هو مش أنه ضرب استعراض لا لا هؤل بلدين العداء بينهم عداء حقيقي الأجندات المتصارع بينهما أجندات حقيقية مش عم يمزحوا مش عم بيلعبوا لعب بالمنطقة أرادت إيران أن تؤذي إسرائيل وعندما تحين فرصة لإيران لإذاء إسرائيل ستفعل ذلك بلا تردد إنما إيران فشلت في إذاء إسرائيل في المرة الماضية وما فينا نقول نحن أنه يعني اختراق أو شبه هيمنة على الأجواء الإيرانية لمدة أربع ساعات تقريبا ثلاث ساعات من دون إسقاط ولا طائرة بدفاعات جوية بتشبه حرب 2003 العراق يعني طلقات مضادات أرضية مش عم نحكي عن صواريخ ما في تفعيل لأس 300 ولا لأس 400 ما في أي تهديد جدي للتحكم الإسرائيلي بأجواء إيران لمدة أربع ساعات أهداف تم الحديث عنها ومن هلأ عم قلت لك رح نشوف صور أقمار سناعية خلال 48 ساعات قلت لك ما قبل وما بعد ويولسي ذا فما حصل ليس مسرحية باختصار شديد دكتور سيد غنيم هناك تضخيم إسرائيلي لهذه الضربة في المقابل هناك تقليل إيراني من نتائجها من الناحية العسكرية هل نتائج هذه الضربة تبدو واضحة واضحة نتائج قد لا تبدو واضحة ولكن خليني أضع لحضرتك الفراضيات التي نقيم بها أولا يمكن ما سأقول ردا على سؤال الحضرتك يدعم ما قيل الآن من الأساتذ المحترمين ما فيش دولة في العالم في العالم الدفاع الجوي عن حدود الدولة وداخلها فيه ثغرات في السلم أو في الحرب أنا لن أنتظرك حتى تنذرني أنك ستهاجم علي أنا لن أنتظرك حتى تقيم الحرب علي فتخيل أنني في حالة حرب الدفاع الجوي عندما يدافع بجميع وسائل سواء الإنذار أو الصد بتكون في حلقات معينة بمسافات معينة فيها تداخل وارتفاعات مختلفة بألا تسمح لذبابة أن تخترق في هذا المجال دون الإنذار بها عن بعد قبل الاقتراب من حدود الدولة وبالحسابات أعلم أنها قادمة في اتجاهي ولست منظر بذلك وعلي أنظرها بعدم العبور على سبيل المثال فتخيل في وقت الحرب وهذا من ضمن الحقائق المعروفة التي بها نقيم الأمور ما وجدنا الفارق بين ويمكن يؤيد فكرة الصورة التي قالها أستاذ مدين ماذا؟ أن ما ظهر في الفيديوهات التي تم إطلاقها في أول أكتوبر ضد إسرائيل كانت تظهر حجم الصواريخ بالكامل تقريبا التي تسقط وهي بفيديوهات إسرائيليين مع أن هناك رقابة عسكري بالضبط في الفيديوهات التي في إيران كانت محدودة للغاية محدودة يعني ليست بحجم كبير ربما متعلقة بقضية قطع الأنترنات والتشويش وهذا ربما فإذن يصعب التقييم في هذه الحالة حتى عندما كنا نقيم الضربات الإيرانية في أول أكتوبر تجاه إسرائيل حتى ما تراه بالفيديو هناك أسليب معينة في كم من تلك الصواريخ يصل ويؤثر في الهدف هذا أمر مهم للغاية لأن الاعتراض له أصوله إذن عندما أقيم الآن ماذا تم هو مئة طائرة مئة طائرة طبقا لقوانين القتال في القوات الجوية يفترض أن تلتهم للحماية يعني الطائرات القتال لها مهام متعددة الاعتراض الجوي أو الحماية الجوية القصف الجوي الاستطلاع الإلكتروني أثناء المسير والإعاقة الشرشرة على طائرات ورادارات العدو طلت هذه القوة من المية بغض النظر عن الموجات حتى في كل موجة يفضل أو يكون بحد أقصى هو للحماية لا يقذف إذن لو قلنا تلت المية حوالي 30 طائرة يبقى من 60 ل70 طائرة كانت تقذف لو كانت كل طائرة منهم تقذف صاروخين على الأقل فهي إذن تضرب 120 صاروخ وكمبلة وأنا أتعمد في اللفظ هنا صاروخ وكمبلة 120 ضربوا 20 هدف لكأن تتصور حضرتك في النقطة الثانية إسرائيل لما بتهجم وعندما تدعي شيء أو تقول أنا لا أنظر لها أنا خاصة أنا متخصص يعني شغلي طول عمري لو تحليل العدو العدو كان إسرائيل أو ما زال فلا نضخم منها ولا نقلل ولكن إذا نميل نميل لتطخيم نميل لتطخيم نميل لأكثر لأكثر إقاعا ما تم من الجانب الإسرائيلي الآن وتفق كما قاله أيضا الأستاذ المحترم وهو أنه أهم التأثير وليس الإعلام معنويا التأثير لأنه مرتبط بموعد الرئاسة الرئاسة مرتبط بما سيتم بعده أنا أتصور الحقيقة يعني إسرائيل ليست كما تفضل مصادركم في الخارج مثلا أنها لأول مرة تكون في إطار ما طلبه الولايات المتحدة الأمريكية هناك فرق هناك فرق أن الولايات المتحدة الأسرائيل إسرائيل لديها صقف عالي الغاية الكل يحاول أن يقلس هذا الصقف بما فيهم إيران بما فيهم جميع الدول الإقليمية عربية وغير عربية بما فيهم الولايات المتحدة إلا أن إسرائيل هي التي تضبط الصقف ضبط الصقف هنا ليس مرتبط بالمحرك الاستراتيجي هو مرتبط بالهدف الاستراتيجي النهائي هدف إسرائيل إسقاط حكم خامنئي الهدف الاستراتيجي الأساسي الآن هو إسقاط حكم خامنئي كانت أمامها فرصة ولم تفعل لا عفونا فاندم الفكرة ليست بهذه السهولة لأن إسقاط حكم خامنئي بعد الحفلة مخلص أساسا مبني على تدمير البرنامج النووي إسرائيل لا تستطيع وحدها بتدمير برنامج النووي لابد من عدد معين من الطائرات وهو متوفر ونوعية معينة من القنابل ليست متوفرة في هذه الحالة فإذا إلا أنا أريد أن أقوله إذا أنا قيمت لا أستطيع التقييم الدقيق ولكني أقول طبقا لأن أنا ما تصوره هو الهدف الذي تريد أن تحققه هو سكاة الدفاعات الجوية والسواريخ الهجومية لفترة معينة ترتبط لإما بإسقاط حكم خامنئي بشكل أباخر وهو الأصعب أو من سيحكم أمريكا في المرحلة القادمة وبالتالي هذه جزء من حملة مستمرة مش ضربة بس اليوم هذه النقطتين سأعود إليكم وفيهما ولكن أذهب لأستاذ محمد صالح صدقيان أستاذ محمد مرحبا بك معنا في هذا النقاش في إيران ما الذي فشلت فيه إسرائيل بالاعتقاد وما الذي تحقق لها على الأرض تحية لك سامي وإلى ضيوفك والمشاهدين حقيقة الإيرانيون كانوا يعتقدون بأن الهجوم الإسرائيلي أو الاعتداء الإسرائيلي على مواقع في داخل أراضي الإيرانية أكبر مما حدث وبالتالي هم تفاجأوا يعني لا تتصور بأن الكثير كانوا يتصلون به ويقولون هل هذه هي العمليات الإسرائيلية لأنها انتهت أم أن ربما تكون هناك عمليات أخرى وبالتالي عندما أقول لهم بأن إسرائيل أعلنت بأن العمليات انتهت يعني يبدو نوع من الاستغراب في الشارع الإيراني وبالتالي حتى هناك مؤشرات لافتة بأن الدولار الأمريكي انخفض سعر الصرف بالعملة المحلية الإيرانية الذهب أيضا انخفض وحتى سوق الأسهم كان هناك فيه رواج لأنه في الساعة التاسعة والنصف صباحا كان اللون أحمر يعني هناك تراجع في أسعار سوق الأسهم لكن في العاشرة والنصف بعدما تبينته وتوضحت الرؤية بشكل كامل عادت الأسهم في الارتفاع وعادت التعامل في سوق الأسواق المالية بالتالي أريد أن أقول بأن الشارع الإيراني والكل حقيقة لم يكن يتصور بأن الهجوم والاعتداء الإسرائيلي بهذا المستوى وبهذه الكيفية لأن مثلا في طهران هم قالوا بأن الاستهدف الطهران ومحافظة إيلام وخوزستان محافظة إيلام وخوزستان هؤلاء يقعان في غرب إيران على النقطة صفر من الحدود العراقية الإيرانية وبالتالي من يريد أن يستهدف إيلام وخوزستان يعني ليس بالضرورة أن تدخل الطائرات المجال الجو الإيراني وإنما تستطيع أن تقصف دون أن تدخل المجال الجو الإيراني في طهران يعني مثلا الإسرائيل قالت بأنها استهدفت مشهد مشهد بعيدة لأنه هي قريبة من الحدود الشرقية الإيرانية وهي بعيدة ولم يحدث أي شيء لا مضادات جوية ولا سمع أصوات في مشهد شيراز أيضا لم تسجل هناك أي ضربات جوية إسرائيلية لكن في طهران قالوا بأن هناك استهداف لمصنع معين في أحد ضواحي طهران في إيلام أيضا قالوا لكن كل هذه الاستهدافات لم تكن بالشكل المتوقع وكنا نتوقع يعني أنا كباحث سياسي ومهتم بلها بهذا الملف لم أكن أتوقع بأن الضربة بهذا الشكل بهذا الضعف الذي شاهدناه الشارع الإيراني أيضا يعني في هذا الإطار هو يتحرك وبالتالي أنا أعتقد بأن إسرائيل إذا كانت قد نجحت نجحت لأنها وصلت إلى العمق الإيراني ووصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران وأين فشلت؟ فشلت لأنه فعلا المصادر الإيرانية وصفت الحملة الإسرائيلية وأنا أعتقد بأنها إلى حد ما كانت صائبة هذا التوصيف قالت بأنه استعراض ضاهد واستعراضه هو صحيح جاءت الطائرات إلى العاصمة الإيرانية طهران لكن ليس فيه وهج وبالتالي هذا الوهج الذي كنا ننتظره لم يكن مرافقا للهجوم الإسرائيلي ولكن أستاذ محمد البعض يقول بأن نتائج الضربة قد لا تظهر الآن الآن بدأ الحديث عن ضرب قواعد عسكرية هدفت بالأساس لتحييد أنظمة الدفاع الجوي بشكل كبير وبالتالي يصعب بناءها على مدى ربما سنة يصعب بناءها بسرعة أيضا حديث عن ضرب مصنع إيراني ينتج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية وقد يحتاج إعادة بناءه لنحو عام أليست هذه ربما مؤشرات على دقة هذه الضربة التي يمكن أن تعقد حسابات إيران في المرحلة المقبلة أنا أعتقد صحيح هذا التفضل بي الإيرانيون لا يتحدثون عن هذا المعنى هم يتحدثون عن فعلا كان استعراض باهت لم تكن هناك إصابات في مقرات استراتيجية مهمة استهدفتها الطائرات الإسرائيلية لم تكن هناك استهداف لمشاءات نفطية ولا غازية ولا مشاريع طاقة ولا نووي ولا صناعات حربية ما تم استهدافه هو استهداف قليل الأهمية ولا يرتقي إلى أهمية استراتيجية الآن الإيرانيون رسميا هذه الرواية الرسمية تتحدث عن تفوق في الدفاعات الإيرانية هذه لأول مرة يتحدثون عن تفوق في الدفاعات الأرضية الإيرانية وقبل ذلك لم يكن يتحدث الإيرانيون عن هذه الدفاعات على العكس من ذلك كان هناك اعتقاد بأن ربما إيران تمتلك ضعف في هذا الجانب جانب المضادات الأرضية الآن هناك حديث عن تفوق في هذه المضادات ويقولون الخبراء العسكريين الإيرانيون يقولون بأن قوة المضادات الأرضية هي التي قللت الخسائر في الاستهدافات ما أرادت إسرائيل أن تستهدفه لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن هناك الآن نوع من الارتياح الإيراني أنت تفضلت وقلت بأن ربما يكون هناك استهدافات أخرى أنا أعتقد بأن المؤشرات التي شاهدناها اليوم ولمسناها في إيران لا تدل على أن هناك استهدافات أخرى وعمليات إسرائيلية أخرى لسبب بسيط مثلا على سبيل المثال الدولار الأمريكي كان يصرف في إيران يوم أمس 68 ألف تومان للدولار الواحد اليوم صباحا كان هناك وصل 69 في الساعة العاشرة والنصف وصل 66 الآن يتحدثون عن 64 وبالتالي إذا كان هناك لأنه أنا أقول الدولار لأن الدولار يتأثر بشكل سريع جدا بالحاضر والمستقبل وبالتالي عملية هبوط سعر صرف الدولار أنا أعتقد بأنه هو مؤشر لاستقرار الوضع الاقتصادي أو ابتعاد أي ضرار إسرائيلية ربما أن تكون موجهة لإيران طيب دعني أسأل الأستاذ عماد الديناديب يعني تقليل إيران كما يقول الضيف من التقارير عن حجم هذه الضربة إلى أي حد هو مؤشر لامتصاص وابتلاع هذا الهجوم وبالتالي لن يكون هناك رد إيراني أولا مساء الخير على ضيف حضر هذا الأستاذ محمد من طهران ونحب أن أؤكد أو عن نفسي يعني أننا كإنسان عربي لا أحب أن أرى دولة شقيقة جارة مثل إيران تتعرض لأي نوع من الهجوم ونتمنى للجميع فيها السلامة لكن لكن إنكار قوة العدو ليس من الفتنة السياسية وليس من حسن التقدير الاستراتيجي في الحروب وفي المعارك وفي السرعات لست أنا قائل هذه العبارة ولكن أستاذنا الدكتور المتخصص في العلوم العسكرية يقول لك بدءا من كتاب فن الحرب لسنية سن من 2600 سنة قبل الميلاد ينصح كل من هو يعمل في فن إدارة الحرب لا تقلل من قوة العدو وفي نفس الوقت لا تهول منه طيب إسرائيل في هذه العملية كما وصفتها إيران كانت عملية سخيفة محدودة استعراضية محدودة ليست لها أي آثار طيب ما قبل ذلك من قتل مهندس العمليات النووية أو الأبحاث النووية الإيرانية عمليات ضرب عمليات ضرب داخل إيران قيل أن طائرات مجهولة قامت بها ما تقوم به إسرائيل من عمليات في جنوب لبنان عملية الحديدة حينما وصلت ل2400 كيلو وتم الإمداد في الجو وهي مشكلة لوجستية كبيرة واستطعت أن تصيب أهداف لا أريد أن أضخم من قوة إسرائيل لكن أيضا ليس من الفطنة السياسية ولا الحنكة الاستراتيجية أن تقلل من قوة قوة هي إقليمية عظمى عسكريا مدعومة بترسانة سلاح إيران ميزانيتها موازنتها السنوية في التسليح 10 مليار دولار هذا آخر إحصاء كان طالع يقال أيضا في مجلات الدراسات أن احتساب العشرة مليار دولار مبالغ فيه لأنه بالتقييم البنك المركزي الإيراني بينما إسرائيل آخر تقييم لها 37 مليار مركز إيران في التصنيف العسكري حسب المجلات المتخصصة يبعد حوالي 30 مركز عن قوة إسرائيل إيران تسعى لأن يكون لها سلاح نووي إسرائيل لديها على الأقل مئة رأس نووي تكتيكي وصلحني أستاذنا الخبير في هذا الموضوع أيضا إسرائيل تمتلك سلاح إذا استخدمته اللي هو ما يسمى بالقنبلة الكهرومغناطسية يمكن أن تعيد إيران إلى العصر الحجري لم تستخدمه إيران إسرائيل قامت بدربة وكما قال الأستاذ نديم مش ممكن يكون في مئة طائرة اخترقوا المجال الجوي الإيراني لم تتعرض لهم طائرة واحدة في الجو لم تحدث معركة جوية واحدة لم تحدث خسارة طائرة واحدة ولا يمكن أن يقال أن الطائرات الإسرائيلية ليست دقيقة في الإصابة بدليل كل سجلهم في العمليات في العام الماضي إيران تستطيع إيذاء إسرائيل ما في شك حاولت إيذاء إسرائيل وفشلت مرتين أربع ساعات من الهيمنة الجوية على سماء طهران وضرب أهداف بدقة مش مثل أنك تضرب لخمسة عشر ديئة صواريخ 90% منها تم اعتراضه وضربت قاعدة ضربات هامشية بالمعنى ما هي الأضرار التي لحقت بإسرائيل منذ 7 أكتوبر لليوم أتلك حسن نصر الله وكل فريقه فريقه مش عم بحكي 2 أو 3 يعني مش عم بحكي هجان صفي الدين عم بحكي الأربعمية الأساسيين اللي راحوا حماس من إسماعيل هنية للسنوار إيران هيدا الحوثي وينه؟ الميليشيات العراقية الميليشيات العراقية في الملاجئ تهجير للإسرائيليين في الشمال صحيح هناك معادلات أيضا فرضتها إيران ما في شك بس أنا عم بقول أنا قلت أنه على هذه الطاولة قبل اغتيال حسن نصر الله أن حسن نصر الله اليوم وحزب الله أسير انتصاره وهو أنه أول شخصية عربية تخرج 60 إلى 200 ألف إسرائيلي من بيوتهم ولا تسمح لهم بالعودي لا هو يستطيع أن يتحمل هذا الانتصار ولا تستطيع إسرائيل تحمل هذه الضربة وانتقد الموضوع إلى تغيير النظام وتغيير النظام في لبنان هو حسن نصر الله وتغيير النظام في إيران هو خامنئي قتل حسن نصر الله بعدها بأسبوع أنا ما عم بقول هذه حرب فيها أهداف هون وفيها أهداف هون فيها خسار هون بس أنه أن نقول بأنه ما يعني يعني هذه الضربة ما إلى أي معنى خلي أرجع أنا اللي بهمني مش الترويج لأهمية أو فعالية الضربة الإسرائيلية أنا عم بحلل بالسياسة إيران عندما تقول أو تقلل من هذه الضربة أنا هذا يطمئني بالنسبة لي هذا مش سبب للشماتة في إيران هذا سبب للاعتقاد أو للتمني أو للرجاء بأن إيران راغبة في الذهاب إلى تسوية سياسية شرط هذه التسوية أن تذهب بكرمتها وأن لا تكون هذه الضربة عائق أمام هذا الأمر شرط ثاني شرط ثاني أن الإدارة الأمريكية المقبلة حينما يستبين من هو سيد البيت الأبيض أو سيدة البيت الأبيض يوم 5-6 نوفمبر هنا إيران تحبس أنفاسها لترى مع من سوف تتعامل وهنا بيبي نتنياهو سوف ينتظر هل هذه العملية تكون مؤقتة من أجل استرداء إدارة بايدن اللي هي مستمرة في شكل هارس ويكمل كده أم ترامب الذي يمكن أن يعطيه الدوء الأخضر لاستكمال إسقاط النظام الإيران كل شيء معلق نحن نعيش الآن وده اللي نزم ننبه لي الجميع والجمهور وفي إيران وفي العالم العربي نحن لم نواجه في تاريخ حياتنا انتخابات رئاسية أمريكية يتعلق بها مصير الحرب والسلام في المنطقة مثل هذه الانتخابات صحيح وفي آخر الأخبار نتنياهو يقول أن إسرائيل اختارت أهدافها في إيران بناء على مصلحتها الوطنية هذا هو العاشق وكأن ترامب يسمع الأستاذ عماد كمان يقول سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط الآن هل يستطيع؟ صعب البعض يتهمه هو في إدخال المنطقة لهذه الفوضى كيف؟ بما يقوم فيه من مجازر في قطع غزة لا أبتلاع مزيد من الأراضي في المنطقة أبتلاع ترامب أتفضل لا 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 ترامب سأوقف سوري طيب دعني أسأل أستاذ دكتور سيد غنيم فيما يتعلق بالمؤشرات على الضربات التي وقعت داخل إيران المؤشرات تقول بأن هناك المصنع الإيراني الذي ينتج الوقود الصلب للصواريخ البلستية تم تدميره وقد يتم إعادة بناءه ربما في غضون عام ثم الحديث عن قضية ضرب الدفاعات الجوية هذا يسمح ربما لإسرائيل في هجمات أخرى أن المجال الجوي الإيراني قد يكون مكشوف يعني أليست هذه ضربة استراتيجية كبيرة لطهران حينما تعطل سلاح للصواريخ البلستية وهذا ضرت ما تنتجه إيران أخطر دايما نقول الآتي أخطر برنامج حقيقي فعال هو برنامج الصواريخ البلستية وليس النووي لك أن تتخيل لأن البرنامج النووي لا يستخدم أما برنامج الصواريخ يعني الخوف من كوريا الشمالية لا يستملكم بالنووي على صواريخها صواريخ البلستية الخوف من إيران وأضرعها صواريخ البلستية ويعني يمكن النهاردة أستاذ ندال قناعنا قال كلام مهم جدا أن لادة الحسيني يعتقد أنا عايز أكد على كلام فعلا أن الأخ نزار عمل تقرير أعتق ندال تقرير عالمي يحسب له في تحليل أنك أنت مش مضطر أنك أنت تضرب كل المصانع اللي بتشتغل في الصواريخ البلستي أنت لو ضربت نوع الوقود اللي موجود فأنت عطلته أسف أن أنا قطعت حضرتك بس الصراحة كان يستحق الأستاذ ندال أنه حييه لأنه تقرير ممتاز صحيح هو لافت الحقيقة إذن بعود هنا فكرة ضرب الصواريخ البلستية أساسا مبنية على أي أساس هنا دي نقطة تؤكد كل ما نقوله حتى لضيفك الكريم من إيران المشكلة والفرق الحقيقي بين إيران وبين نقول إسرائيل على سبيل المثال إسرائيل تركز على ارتكازات القوة ارتكازات القوة من أهم ارتكازات القوة لإيران لحزب الله للحوثيين على سبيل المثال هو السواريخ البلستية والسواريخ ما نسميه الطوافة أو الجوالة الكروز ضربها ليس فقط في ضربها ولكن في ضرب تصنيعها وأهم ما يهم في تصنيعها الوقود الصلب لأنه فعلا جزء كبير منه يستورد يتم إسترائيل من خارج وتخيل مع العقوبات ما يتم الآن الفكرة ده يكمل ما نقوله أنا ممكن قلت لحضرتك ماذا هذه الضربة محرك استراتيجي لهدف استراتيجي أكبر حتى ما قبل إسقاط حكم إيران الهدف الاستراتيجي الأكبر هو فاكر حضرتك نتنيها أقول إيه إيه لا تحت إسقاط حكم الإيران وهو تغيير معادلة التوازن الأمني ومعادلة التوازن في القوى الإقليمية معادلة التوازن الأمني تساوي النفوذ النفوذ يساوي الأذرع أو معادلة التوازن في القوى الإقليمية تساوي لعناصر القوى الشملة لإيران كل هذا كل هذا يترجم جزء كبير منه في الصوريخ الباليستية لك أنت تخيل. يلي الأسلحة الصغيرة. فإذا لم تكن في الفترة التي فاتت. كان فيه تركيز شديد جدا على السواريخ الباليستية التي تستخدمها حزب الله. وأقول لك تركيز كذلك على ما في داخل سوريا. فضلا عن قاعد السواريخ. قاعد السواريخ معروف لتنظيف المجال الجوي حتى أثناء مروري في خط نسميه اتجاه الاقتراب ثم اتجاه الهجوم بالقوات الجوية. كان عبر سوريا والعراء. أما السواريخ الباليستية تخيل حضرتك. وإيران بتدرب. إسرائيل بتدرب النهاردة. كان المفروض ينتظر أن حزب الله ينفس ضربة مضادة في نفس التوقيت بالسواريخ الباليستية التي لديها. فأين قواعد الجوية الإسرائيلية المدرجات. اللي نسميه ترمك. اللي هو الممرات الطيران. تخيل الطائرات عندما تعود أين ستهبط. ولا تهبط بالمناسبة على حملات الطائرات الأمريكية. مراية الطائرات تختلف. ما أريد أن أقول من ذلك. هذه الضربة إذا حققت. وأنا أعتقد أنها حققت. لأننا فريق العمل معي وصلنا لاستنتاج. أن ما تم صده من السواريخ الإسرائيلية في حدود من 20 إلى 30% حد أقصى. السبعين في المئة المتبقية من اللي أنا قلت لحضرتك عليهم. لما حوالي 120 إلى 140 ساروخ. فإذن 30% منهم ما يعادل حوالي 30 أربعين ساروخ فقط هو ما صقب. هذا اللي أريد أن أصله لك. إذن منهم حوالي 80 سقط على 20 هدف مؤثر الغاية. سيد سامي. ممكن أسأل أستاذنا لأن سؤال دة عبني. ما هو مصار الذي اتخذته الطائرات الإسرائيلية لضرب الهدف؟. نتصور سوريا والمراق. نتصور ذلك. ولذلك. في نقطة فاند. سأتكلم صراحة. سنتخلنا أنه عبر فوق الأردن. الأردن أعلنت صراحة. نعم. ترفض. السعودية أعلنت كذلك. سيكون الموقف متأزم للغاية. عندما يتم الاعتراض من الجانب السوري. أي أن كان. سواء بأزرع إيران أو من الجانب العرائي. سواء بأزرع إيران أو بالدولة العربية. يمكن لإسرائيل أن يتم ضربه. لذلك ضربوا بالعراض وضربوا بسوريا. ضربت القامشلي. ضربت القامشلي. ضربت البصرة. وضربت روسيا. أين روسيا؟. روسيا لديها إسر ربعمية موجودة وقادرة على الصد. واضح أن هناك الديوال الاحتواء المزوج لروسيا تقوم به دائما. ما بين إسرائيل وإيران وتركيا منذ ما قبل كوفيد 19. سنعود إلى هذه النقطة. أن هناك دائما احتواء لإسرائيل. لأن روسيا هي الأقرب إلى إسرائيل. إذا كرننا قرب إيران للولايات المتحدة. هذه النقطة سأعود إليك فيها وفي نقطة أخرى فيما يتعلق بإيران والعلاقة بين إيران وإسرائيل. ولكن دعني أسأل أستاذ محمد صالح صدقيان. يعني أستاذ نديم قال على إيران طريقين. إما أنها تختبئ وراء برنمجها النووي. أم تذهب إلى التسوية السياسية. انطلاقا من تصريحات عرقجي التي قال فيها سندافع على أنفسنا. يعني إلى أين تتجه إيران بعد هذه الضربة باعتقادك؟ بداية تحية إلى صديق أستاذ نديم أحييه من هنا من طهران. إن شاء الله نلتقي بطهران. النقطة الأخرى. أبو ضبي أيسر الموقف أريد أن أشير إلى الموقف الخليجي والموقف العربي والإسلامي من الهجوم الإسرائيلي على إيران. موقف في غاية الأهمية. نتصور مثلا البحرين التي لا تمتلك علاقات مع إيران هي أدانة هذا الهجوم. المملكة العربية السعودية أيضا. دولة الإمارات. بقية دول مجلس تعاون الخليجي. مهم جدا هذا الاصطفاف مع إيران سياسيا ضد العدوان الإسرائيلي. أنا أعتقد بأن هذا يشيء إلى أن هناك مستقبل واعد. وأنا كتب ذلك. هناك مستقبل واعد حول العلاقات العربية الإيرانية. خصوصا في ظل الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وزارة معظم دول مجلس تعاون الخليجي. إضافة إلى مصر إلى إسطنبول العراق ودول عربية. ودعش محطة زارها عباس عراقشي. إضافة إلى المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان. وعباس عراقشي أيضا في مدينة قازان الروسية على هامش قمة البريكس. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الجهود السياسية مهمة أقليميا. وكان لافت جدا. هذا صحيح جدا. نعم هذا كثير مهم. وحتى نعراقشي التقى الشيخ عبد الله بن زايد. وكانت اللقاءات حسب ما سمعت من مزارة الخارجية. كان هناك ارتياح للطرفين. وحتى اللقاء الذي تم ولقاء كثير مهم. كان بين مسعود بزشكيان ومع سمو الشيخ محمد بن زايد. كان الإيرانيون كثير مرتاحين لهذا اللقاء. وأعتقد بأنه استطاع أن يفتح ثغرة في هذا الجمود الذي حصل بين طهران وأبو ظبي. وبالتالي في كل المواقف أنا متفائل لمستقبل العلاقات الإيرانية الخليجية. ومستقبل العلاقات الإيرانية العربية أيضا. دعني أشير إلى نقطة في قضية قوة أنا حقيقة لم أقلل من قوة العدو. ومع احترامي الأستاذ عماد الدين إسرائيل لديها إمكانيات. ونحن عندما نتحدث عن القوة العسكرية الإسرائيلية نتحدث عن القوة العسكرية الأمريكية. يعني من الطبيعي جدا الآن هناك هذا الجسر الجوي والبواخر وكل الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل هي الأسلحة الأمريكية. وبالتالي أنا لا أقلل من أهمية القوة الإسرائيلية التي تمتلكها في الطائرات في الصواريخ في المعدات الألكترونية وكل هذا موجود. لكني أقول بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على طهران فجر هذا اليوم السبت لم يكن بالشكل الذي كانت تتوقعه طهران. طهران كانت تتوقع هجوم أكبر من ذلك. لكنها استخدمت هذا الاستعراض الباهث هو في هذا الهجوم وليس في استعراض القوة الإسرائيلية. لم تجبني على السؤال أستاذ محمد فيما يتعلق بما بعد هذه الضربة. هل ستذهب لتفعيل برنامجها النووي تختبئ وراه إيران أم ستفضل الذهاب إلى التسوية السياسية في النهاية؟ دعني أشير هذا سؤال في غاية الأهمية ومهم جدا بالنسبة إلى إيران وبالنسبة إلى المنطقة وأمن والاستقرار في المنطقة أني أعتقد بأن يجب علينا أن نرجع إلى تصريحات ومواقف الحكومة الإيرانية الجديدة وهي حكومة مسعود بزشكيان ومواقف وزير الخارجية أيضا عباس عراقشي عندما تحدث مسعود بزشكيان في الحملة الانتخابية وبعد الحملة الانتخابية في المؤتمر الصحفي الذي عقده في طهران بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية وحتى عندما تحدث مع نظرائه من زعماء الذين قابلهم في قازان الروسية مدينة قازان الروسية هو تحدث بنفس جديد والحكومة الإيرانية أيضا الآن تتحدث بنفس جديد هذا النفس الجديد الذي تتحدث به وبالخطاب الجديد الذي تتحدث به وهو أنها تريد أن تنفتح على المحيط الإقليمي تريد أن تنفتح على المحيط الدولي وبالتالي هي لا تريد الآن أن تتجه باتجاه التعقيد والتوتر والتصعيد وحتى قضية القوة النووية الإيرانية الآن عباس عراقشي عندما تحدث أوساط إيرانية عن إمكانية تغيير العقيدة النووية في إيران عباس عراقشي انبرى إلى هذا الموضوع وقال بشكل قاطع بأنه لا يوجد لدى إيران الآن هدف أو مسار إلى التفكير بتغيير العقيدة النووية وهو أكد على فرص السلام فرص التفاهم مع المجتمع الدولي وأنا أعتقد بأن الآن شيء طبيعي لأنه ربما دبلوماسي سواء أمام الدول الإقليمية لا لا اسمح لي سامي اسمح لي سامي هناك فرصة أمام الدول الإقليمية وحتى المجتمع الدولي سواء كان المولايات المتحدة أو الدول الأوروبية هناك نفس وخطاب جديد في طهران أنا أعتقد من مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة ومن مصلحة المصالح الإقليمية والمصالح الدولية أن يساعدوا الحكومة الإيرانية وساعدوا مسعوز بيزشكيان للاستمرار في هذا المسار الذي وضعه لحكومته من أجل التفاهم مع المجتمع الدولي وبالتالي نحن ننتظر صحيح قال بعض الأخوة قال بأن إيران تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وهذا مهم جدا أنا أعتقد يعني يجب على الولايات المتحدة أن تستغل هذه الفرصة من أجل إعادة الهدوء والاستقرار لأن عملية الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 ربما هو الذي أدى أحد نتائجه هي السابع من أكتوبر الآن يجب الحودة إلى أجواء الاتفاق النووي والوصول إلى تفاهمات معينة بين طهران وواشنطن أنا معك أنه في فرصة بالمنطقة الفرصة ليس من اليوم فرصة من فترة طويلة والمناخات اللي تحدثت عنها بتذكر يمكن يا كنا سوى على الست أو لا وقت وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث الطائرة وقلنا بأن ردة فعل المنطقة على هذا الحادث والتعاطف مع إيران هو رسالة يجب على إيران أو نتمنى من إيران أن تلتقتها الفرصة موجودة ولكن خلينا نبلش بالمطرح السهل مطرح السهل بيروت بيروت لا في احتلال إسرائيلي وفي اشتباك نيابة عن غزة أو إسنادا لغزة أو إلى ما هناك هل يمكن أن نصل إلى تفاهم على اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان يمهد لبناء إيجابيات أخرى بدل أن نسمع من إيران من جهة لغة الرئيس بيزاشكيان التي تتفضل بها ومن جهة أخرى من يقول لك بأن سند لبنان ودرع لبنان وحصن لبنان هو حزب الله والحرس التوري في إيران في أقل من دقيقة ونسب السيد محمد أنا أعتقد بأن هذا السؤال في غاية الأهمية أنا أعتقد بأن هو لا يرتبط بإيران فحسب هو يرتبط بالوضع السياسي الداخل اللبناني يعني يجب أن يكون هناك تفاهمات أنا معك أنا معك حتى لا يكون هناك فراغ تستطيع إيران أن تدخل تعهد أن إيران ما تتدخل بس يعني ما نسمع تصريحات إيرانية من هلأ لوقف اطلاق النار ما بدأ أكتر من هيك فينا ناخدها منك باختصال لأنه أنت هلأ تتعهد لي بأن هناك تفاهم لبناني لبناني ما شو بدأ ترك اللبنانيين ترك اللبنانيين ما دخل ترك اللبنانيين ترك اللبنانيين ترك اللبنانيين